اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي معاكم مستر علي السيد مدرس الدراسات الاجتماعية النهاردة معانا درس جديد من دروس الفصل الدراس الثاني ودرسنا النهاردة بعنوان الثروة الحيوانية والسماكية في الوطن العربي هنتكلم النهاردة مع بعض عن الثروة الحيوانية وكمان هنتكلم عن تربية الدواجن وعن الثروة السماكية وكمان هنتكلم عن اهم المخترحات لتنمية الثروة الحيوانية والسماكية في الوطن العربي طلاب العزاء الوطن العربي بيمتلك سروة حيوانية وسماكية متنوعة وطبعا بيرجع ده لوجود الاراضي الخصبة والمراعي الطبيعية وكمان وجود مسطحات مائية متنوعة ما بين عزبة ومالح يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة عن الثروة الحيوانية وهنقول ان الوطن العربي بيربي عدد كبير من الحيوانات اعتمادا على الاعلاف الزراعية او على المراعي الطبيعية ما هي اهم انواع المراعي الطبيعية في الوطن العربي؟ عندنا في الوطن العربي نوعين من المراعي اما مراعي معتدلة اللي يطلق عليها الاستبس ودي موجودة في الشمال شمال الوطن العربي وعندنا مراعي حرة اللي هي السافانة وموجودة في جنوب الوطن العربي معظم هذه المراعي موجودة في الدول العربية الآتية الصومال، السودان، الجزائر، المغرب لكن نعرف ايه هي اهم الحيوانات اللي موجودة في هذه المراعي يلا بينا مع بعض من خلال خريطة الوطن العربي نشوف توزيع السروة الحيوانية داخل الخريطة هنلاحظ من خلال الخريطة ان تتركز السروة الحيوانية في شمال الوطن العربي حيث المراعي المعتدلة اللي هي الاستيبس زي الاغنام والمعز وكمان بتتركز السروة الحيوانية في جنوب الوطن العربي حيث المراعي الحارة اللي هي السفانة واللي بتربع عليها طبعا الابقار والاغنام اكتر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي هي الاغنام نعرف مع بعض ليه؟ بسبب فقر المراعي الطبيعية اكثر الدول العربية اللي بتمتلك سروة حيوانية في الوطن العربي دولة السودان طبعا قبل ما يتم تقسمها الى السودان الشمالية والجنوبية كمان بيربى الجاموس في مصر والعراق بما تفسر بسبب وجود نهر النيل في مصر ونهر دجلة والفراط في العراق وبكده لان الجاموس بيربى على ضفاف الانهار الوطن العربي بيمتلك اعداد مختلفة ومتنوعة من الثروة الحيوانية زي الاغنام والجاموس والماعز والابقار والخيول طلاب العزاء شفنا مع بعض قد ايه الوطن العربي بيتميز بتنوع في الثروة الحيوانية وكمان عندنا انواع مختلفة من المراعي منها المعتدل ومنها الحار وكمان قلنا مع بعض ان في انواع مختلفة من هذه السروات الحيوانية زي الجاموس والابقار والاغنام والماعز وبتربى على مراعي طبيعي ما المقصود بهذه المراعي الطبيعية؟ هي عبارة عن حشائش طبيعية تنمو دون تدخل من الانسان وتربى عليها الحيوانات وحسب قيمة المراعي بيبقى قيمة السروة الحيوانية يلا بينا مع بعض ننتقل لجزء جديد وعن اهم الحيوانات او السروة الحيوانية في الوطن العربي عندنا مثلا الابقار وتوجد في مصر والسودان والمغرب وسوريا والصومال عندنا الجاموس ويوجد في مصر والعراق وعندنا الخيول العربية الاصيلة اللي موجودة في مصر والمغرب والعراق وعندنا كمان الابل اللي هي الجمال وتوجد فيه السودان وبعض الدول العربية زي دول الخليج العربي اعزاء الطلاب الابل اي الجمال العربية توجد في معظم الدول العربية ولكن هذه الدول بتستخدمها في حاجة اسمها سباق الهجن او سباق الجمال وطبعا زي دولة الامارات ودولة مصر والسعودية وطبعا سباق الهجن او الجمال هو عبارة عن رياضة شعبية بيمارسها بعض سكان الدول العربية وهي رياضة بتتسابق فيها الابل بسرعة بتصل الى 64 كم في الساعة ولها اماكن مخصصة لهذا السباق ومعانا سؤال في غاية الاهمية ما القيمة الاقتصادية للسروة الحيوانية في الوطن العربي هذه السروة الحيوانية لها اهمية كبيرة لانها مصدر لغزاء الانسان طبعا لانها بتدينا اللحوم والالبان وكمان مصدر للمواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة زي صناعة الجلود اللي بتعمل منها الملابس والاحزية وكمان مصدر مهم للالبان واللي بتعمل منها الجبن والزبد وكمان مهمة جدا في اعمال النقل واعمال الحقل اللي هي اعمال الزراعة في الوطن العربي وبكده عزاء الطلاب شفنا قد ايه الوطن العربي متميز بتنوع السروة الحيوانية وأديه السروة الحيوانية كمان مهم اقتصاديا يلا بينا نأكد معلوماتنا من خلال فقرة أكد فهمك حدد صحة أو خطأ العبارات الآتية تقام مسابقات الهجن في جميع الدول العربية وسط مهرجانات شعبية العبارة طبعا عبارة خاطئة لأن سباق الهجن موجود في عدد محدد من الدول العربية سؤال كمان تعد السودان من أكبر الدول العربية في تربية الإبل العبارة عبارة خاطئة لأن دولة السودان من أكبر الدول العربية المربية للأبقار ومعنا سؤال مختلف صحح ما تحته خط تتركز مراعي الاستبس في شمال الوطن العربي حيث تربى الأبقار هنغير كلمة الأبقار ونفكر مع بعض ونحط بدلها الأغنام والمعز معنا سؤال كمان تعد الأبقار أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي هنشيل الأبقار ونحط بدلها إيه كلنا قولنا وفكرنا طبعا هنشيل الأبقار ونخليها الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي بنهاية فقر اتأكد فهمك انتهى الجزء الأول في دارسنا النهاردة عن السروة الحيوانية في الوطن العربي ولكن هنتكلم دلوقتي عن السروة الداجنة أو الدواجن في الوطن العربي تربية الدواجن مهمة جدا في الوطن العربي لأن الدول العربية بتستفيد بيها كبديل للحوم الحمراء وبعض الدول العربية بترب الدواجن في المزارع علشان تستفيد من اللحوم والبيض ومن اكتر هذه الدول المنتجة للدواجن السعودية ومصر وتونس يلا بينا عزاء الطلاب نروح لجزء مهم في درسنا النهاردة وهو السروة السماكية الوطن العربي غني بالسروة المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة بما تفسر لان الوطن العربي طبعا بيمتلك سواحل طويلة على بحار ومحيطات الى جانب وجود مجاري مائية عزبة اللي هي الانهار وطبعا سكان الوطن العربي عرفوا السروة السماكية منذ اقدم العصور واستخدموها في غزاءهم وفي زينتهم وكمان تعالوا نشوف الاسماك قد ايه بتعتبر مورد مهم جدا للسروة السماكية واكثرها استغلالا بما تفسر لانها بروتين يحمينا من الامراض تعوض النقص في السروة الزراعية والحيوانية وكمان زيارة الانتاج السماكي يؤدي الى ازدهار مشروعات التصنيع اللي بتعتمد على الاسماك زي صناعة حفظ وتعليب الاسماك تعالوا مع بعض نشوف ايه هي اهم المصايد السماكية في الوطن العربي هنلاحظ انها مصايد بحيرية زي بحيرات مصر الشمالية وبحيرة قارون في الفايوم وبحيرة ناصر جنوب مصر كمان عندنا نوع اخر من المصايد اللي هي المصايد النهرية مثل نهر النيل في مصر والسودان ومصايد نهري دجلة والفورات في العراق وعندنا نوع تالت من المصايد وهي المصايد البحارية واللي موجودة على المحيط الاطلانتي والمحيط الهندي وعلى الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط وكمان على البحر العربي وعلى الخليج العربي كل دول مصايد مهمة موجودة في مصر والمغرب وعمان وكمان عندنا نوع آخر أعزائي الطلاب من المصايد اسمها المزارع السمكية ودي نوع من المصايد الصناعية مش طبيعية وتأتي المغرب في مقدمة الإنتاج السمكي ثم مصر وعمان وموريتانيا واليمن وطبعا بالرغم من كمية المصايد المتنوعة اللي موجودة في الوطن العربي إلا أن إنتاج الوطن العربي من السروة السمكية ما زال قليل ولا يتناسب مع الإمكانيات البحرية للوطن العربي بما تفسر طبعا هتكون إجابتنا بسبب الأساليب البداية في الصيد وفي نقل وحفظ الأسماك التلوس الذي يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك ترك السكان لحرفة الصيد واتجاههم لأعمال أخرى زي استخراج البترول والصناعة الصيد في أوقات ممنوعة باستخدام شباك ضيقة وبكده هننتقل مع بعض إلى أهم المقترحات لتنمية السروة الحيوانية والسماكية كلنا نفكر مع بعض الحلول لتطوير السروة السماكية والحيوانية في وطن العربي هنلاقي واحد توافر رعاية بيطرية للسروة الحيوانية اتنين تحسين السلالات وخاصة الأبقار تحسين مستوى الصيادين الأساليب الحديثة في صيد الأسماك في أوقات الصيد المناسب استخدام الأساطيل المجهزة بأحدث الوسائل لحفظ ونقل الأسماك حماية المياه من التلوس والتوسع في انتشار المزارع السماكية الحديثة شفنا قديم مع بعض الوطن العربي بيمتلك سروة مائية وسمكية هائلة لكن غير مستغلة بشكل جيد تعالوا مع بعض نأكد معلوماتنا من خلال فقرة أكد فهمك السؤال الأول حدد مدى صحة العبارات الآتية تعد الدواجن البديل الأول للأسماك في الوطن العربي العبارة خاطئة لأن الدواجن هي البديل الأول لللحوم الحمراء في الوطن العربي واللي قال الإجابة بسرعة ممتاز برافو عليكم معانا سؤال كمان تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المنتجة للدواجن نفكر شوية العبارة صحيحة ومعانا سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين تتركز تربية الأبقار في الوطن العربي في نقاط فلسطين العراق السودان ليبيا نفكر كده مع بعض طبعا تربية الأبقار تتركز فيه السودان ومعانا سؤال كمان تقام مسابقات الهجن في دولة نقاط العراق لبنان الإمارات العربية المتحدة الصومال كلنا على طول بسرعة قلنا الإمارات العربية المتحدة ومعانا سؤال مختلف بما تفسر تعد الأغنام الأكثر انتشارا في الوطن العربي بسبب فقر المراعي الطبيعية ومعانا سؤال أخير قلة السروة السماكية في الوطن العربي رغم طول سواحله عندنا إجابات كتير لكن ممكن نقول منها عدم استخدام أساليب حديثة في الصيد وكمان عندنا التلوث اللي بيؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك أعزائي الطلاب بنهاية فقرة أكد فهمك انتهى درسنا النهاردة عن السروة الحيوانية والسماكية في الوطن العربي على أن ألقاكم على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر